موسيقى نحكي دايما بكل وسائلنا نحكي دايما عن كيف نعتني بالأطفال الحديثين للولادة بس ولا مرة تطرقنا لموضوع كيف ممكن نكتشف إذا طفل حديث الولادة منعاني من أي مشكلة أو إيش سبب البكاء المتواصل كونه أنه بيكون كتير صعب نكتشف إشمال الأطفال الحديث اليوم عن هذا الموضوع نصدف الدكتور عماد قلالوي طبيب أطفال الله يصبحك الخير صباح الخير يصبح صباحكو صباح المشاهدين يعني بسعدنا تكون معانا اليوم كمان نسمع نصائح منك شكرا لك دايما بيكون صعب للأم أو للطبيب حتى للأم والطبيب كمان بيكون صعب دايما أنه نحدد إيش ما للطفل ممكن أنه هو يبكي وإحنا نعرف أنه هون في إشي إذا كان البكاء متواصل ممكن أنه ما يبكي وبيكون في مشكلة وإحنا مش قادرين نحددها لأنه الطفل ما بعطي أي إشارة وما بيحكي مثل الكبار كيف ممكن نتعامل مع الموضوع صحيح هو هذا من أو بذل نحكي عنه أكثر أم لا نحكي كيف نتعامل معه صحيح يعني الموضوع المواليد الجدد هو من الأشياء المهمة والحساسة في طريقة التعامل معهم فمهم أنه يكون في نوع من الثقافة عند الأمهات والأهل في كيفية التعامل مع المواليد الجدد وإيش الأشياء الممكن تكون طبيعية وإيش الأشياء اللي مفروض يقلقوا منها ويراجعوا طبيب فطبعا يعني الطفل هو يعني بيكون المولود الجديد بالذات أحيانا بيكون فيه نوع من الصعوبة في التعامل معه بالذات مع الأمهات الجدد يعني اللي ما في عندهم خبرة في التعامل مع الطفل واللي أحيانا كمان ممكن يكون بيأثر عليهم اللي حواليهم وفي نصائح ممكن تكون مش صحيحة وممكن تأذي الطفل في طريقة التعامل معه فطبعا يعني الأطفال المواليد الجدد من الطبيعي أنه يبكي الطفل يعني بكاء الطفل هو ظاهرة طبيعية يعني ما فيه طفل بالعكس يعني أحيانا إذا الطفل ما بكت طول النهار ممكن إحنا نقلع وأحيانا يعني إنتب يعتبر بكاء الطفل غير عادي إذا كان يعني فيه خطوات بنتبعها نتأكد من سلامة الطفل بالبداية نتأكد أول شي من أنه هل هو جوعان ولا شبعان يعني ممكن يكون بكاء الطفل جوع إذا تأكدنا أنه بالطفل بيرضع وبيشبع ونشيط وبكي ما فيه عندنا مشكلة أنه يبكي له من الأربع وعشرين ساعة ممكن يبكي الطفل ثلاث ساعات فهذه يعني إشي طبيعي أنه يبكي الطفل هلأ نتأكد أنه ما فيه علامات مقلقة عند الطفل اللي نتطلع عليه خلينا نحكي عن العلامات المقلقة العلامات المقلقة عند الطفل اللي بتستدعي أنه على طول أنه الأهل يراجعوا الطبيب الأطفال أولا النشاط الطفل هذا مهم يكون الطفل نشيط مش يعني عنده قابليل النون طول الوقت أنه يكون بيرضع طبيعي الرضاعة نتأكد من حرارة الطفل كمان يعني إرتفاع درجة الحرارة في المولود الجديد إشي مقلقة يعني بيستدعي أنه على طول نراجع الطبيب وهذا بتطلب كمان من الأهل أنه بشكل دوري هم يفحصوا حرارتهم مش بس كمان بطبيعي أنه لازم يعني الأمهات يكون عندهم ميزان حرارة في البيت إذا شكوا أنه فيه ارتفاع في درجة الحرارة يقيصوا درجة حرارة الطفل وبطريقة صحيحة أظن أنه بقدر يحطوا الميزان تحت أباطل أو أنه بيكون كثير صعب يحطوا في ثم لا أحسن طريقة لقياس درجة حرارة الطفل الموليد الجديد بالذات أنه الميزان الحرارة عن طريق فتحة الشرج هذه الطريقة الأدق والأصح ده بنا نتأكد فعلا أنه فيه حرارة أو ما فيه حرارة إذا زادت درجة الحرارة عن 37 و8 شحطات فبنعتبرها حرارة إشي تاني نتأكد إذا بيبكي الطفل ممكن يكون مدفة زيادي يعني بيكون الدفة الزايدة للطفل أحيانا أنه هذا كثير بنواجهها لأنهم بقلقوا بيكونوا خايفين زيادي على الطفل فهم دفينه زيادي فبيكون الطفل منزعج يعني فبيبكي هلأهو إجمال أن الطفل مثلنا يعني إحنا لما بنورد من لبسه 3-4 بلايز هلأهو مثلنا يعني أنه لازم يلبس بهالكم ولأنه نحن دائما منلاحظ أنه ولد الصغير مثلا بيكون الفنيلا وفوقه البجاما لحالها فهلو اختلاف جسمه عن جسم ودرجة حرارة طبيعي بيختلف جسم المولود عن جسم الكبير لأنه بيفقد حرارة أكثر لأنه المساحة سطح الجسم عند الطفل أكثر من الكبير فهو يعني فيه قاعدة أنه تقريبا بده قطعة زيادة عننا إحنا في الدفة يعني بس مش لدرجة كمان أنه كتير أكتر عنده فيه بطريقة كتيرة وممكن هذه قدي لارتفاع بدرجة حرارة ونتيجة التدفئة الزايدة وهذا بيخلق مشكلة يعني بصير الطفل بده مستشفى إذا سخر ممكن يكون هو بسبب أنه خطر بسيط إنه بكونوا مدفين الغرفة زيادة ما فيش تهوية ملابسينه قطعة كثيرة ولافينه يعني هذه برضو من الأشياء اللي بننصح الأهل أنه يكونوا معقولين في التدفع بالاتجاه الآخر ممكن يكون بردان الطفل يعني عشان هيك بيبكي فالأشياء الثانية الموكلكة إنه ما يكونش فيه تقيو ما يكونش فيه تغير في لون الطفل لو حكينا عن اللون بالتحديد عادةً بيكون لون إيدين وقدمين الأطفال بميلة الأزرق هذا شيء طبيعي أو؟ شيء طبيعي هذا بالذات بعد ولادة الطفل في الأيام الأولى ممكن يكونوا لون الكف في الإيدين والرجلين يكونوا أزرق بس بقية جسمه بيكون لونه اللي هو الطبيعي اللون الوردي يعني اللي هو عند الطفل فلون الطفل الأشياء اللي بتطلق إذا فيه زرقاك بالذات في منطقة وجه الطفل بيكون ممكن يدل على هذا إذا كان فيه طفح جلدي إذا كان فيه صفرار زيادة في المولود الجديد الصفار الزايد ممكن هذه كمان من الأشياء اللي لازم ينتبهوا لها الأهل وأحياناً بتصرفوا معها بطريقة خاطئة خلينا نحكي عن التقيق إحنا أحياناً بيكون الطفل بشكل طبيعي بتقيق وهم يختلف عنه ممكن يتقيق مرتين أو ثلاثة منهار وبيحكي بيكون إيش طبيعي ويعني أنا بهاي منطقة مش فهمتها يعني كيف إنه الواحق إنه الطفل يتقيق ما بيستدعي إنه يكون فيه يعني وجود طبيعي ما بيستدعي إنه إحنا نقصر عن الموضوع أكثر ومرات بيكون في التقيق بيستدعي فكيف ممكن ينميز صحيح الآن التقيق اللي بيستدعي إنه نقلق إذا كان الطفل معظم الرضعات اللي بيأخذها بتقيقها بشكل كامل وطريقة التقيق إنه لازم نميزها عن التجشق اللي بيصير عند الطفل اللي هو الإشي الطبيعي إذا ما يدشى الطفل إلا يطلع شوية حليب هذي إشي مش مقلك بس إذا معظم الرضع اللي بيأخذها بيراجعها وكل رضع بيراجعها فهذا الإشي المقلك طبعاً بهالحالات كيف تكون يعني وجود الطفل على السرير يتوقع على ظهره على جنبه كثير حالات اكتشفنا إنه يعني لما كنا نسأل دايماً الكل كان يحكينا على ظهره أحسن من على جنبه لأنه كثير في ناس هاي إعتقاد خاط إنه ناس بتحطه على جنبه يعني إنه إذا طلع إشي إنه يطلع ما يدخل جواته صحيح هذي من الشغلات اللي لازم نركز عليها كمان طريقة نوم الطفل الصحيحة هي عظهره مش على جنبه ولا على بطنه الأخطر على بطنه نايمه كمان لأنه في الدراسات الجديدة وجدوا إنه الموت السريري عند الأطفال والمواليد الجدد اللي أقل من سنة بيحدث أكثر في الأطفال اللي بيكون نايم على جنبه أو على بطنه اللي هو السيدس ده الموت المفاجئ اللي بيصير عند الأطفال فعشان هيك إحنا دايما بننصح نوم الطفل على ظهره مش عجنبه ولا على بطنه وما يقلقوش من فكرة إنه إذا طقيق ممكن يرجعي كمان مرة ما في مشكلة ما في مشكلة من الطقيق أهم شي نتأكد إنه الطفل بعد ما يرضع إنه إن ده شي بطريقة صحيحة قبل ما نحطه على السرير خلينا نحكي بجانب تاني شوي من الحكي نطلع شوي عن الصحة ونحكي هل طفل حديث الأولاد ممكن إنه إحنا نساعد بقدراته لقدام إنه ننمي هاي القدرات بهذا العمر بما يتعلق بالذكاء هذه نقطة مهمة كيف نتعامل مع الطفل هلأ إهمال الطفل بعض الناس بيعتقدوا إنه الطفل ما بيفهم ونصغيه للسم ما بيتفاعل ومش لازم نحكي معه ولا لازم نلعبه ولا يكون فيه تواصل معه بيكون دايما في غرفة منعزلة فهذا ما بيأدي لتطور الطفل بطريقة صحيحة مهم جدا إنه نعرف إنه الطفل منذ اليوم الأول للولاد أو حتى هو جوا بطين أمه بيسمع صوتها وممكن إذا هي مبسوطة هي نبسط فما بالك بعد الولاد لازم إنه يكون فيه دايماً تواصل مع الطفل بالذات عن طريق الأم والأب يحكوا مع الطفل حتى لو ما بيفهم الحكي هو بيعرف شعورهم وتفاعلهم فهذا بنمي قدرات الطفل وبيكون تطوره العقلي وذكاءه أحسن من الطفل اللي مهمل معظم الوقت يعني بيكون نايم وما حد بيحكي معه وما حد بيتفاعل معه فهذه الأشياء كثير مهمة يعني في كتير أهل كمان بركزوا مثلا إنه بسمعوا موسيقى بأشكال وألوان مختلفة ممكن إنه هات بترك أثر أو مثلا حتى لو بيقرؤوله أو بيحكوله إشي هو أكيد مش فاهم مدرك بس بيأثر عليه صحيح بيأثر على نفسية الطفل بيأثر على العواطفه وعلى تطوره ومش غلط إنه يسمع موسيقى تكون هادية مش مزعجة للسماع يعني ما في مانع آخر النقطات رح نحكي فيها اليوم عن النطق الأطفال إنت المفروض من الوضع الطبيعي يبدو يحكوا كلمات أو كلمات نوعا ما مفهومة وإنت ممكن يكون يعتبر إنه هذا تأخر في النطق طبيعي الطفل يعني تطور النطق عند الطفل بيمر في مراحل طبعا ممكن من عمر ست شهور سبع شهور بيصير الطفل يطلع أصوات يعني بنسميها يكاغي الطفل فهذه بدايات النطق عند الطفل بتكون هلا بيصير يحكي كلمات على عمر سنة كلمات مفهومة بيكون على عمر سنة ونص بيكون يحكي كلمات مفهومة وأحيانا بيركب جمل من كلمتين أو ثلاث فإذا صار في أي تأخر في النطق عند الطفل لازم الأهل ينتبهوا من البداية لأنه ممكن يكون فيه مشكلة حقيقيا ضد الطفل وكل ما إنه إحنا صارعنا في حل المشكلة بيكون العلاج أسهل وبالذات لازم نتأكد منه أنه الطفل بيسمع يعني الطفل اللي ما بيسمع مش رح يحكي فإذا يعني كان فيه هناك أي شك في قضية السمع في قضية النطق لازم نفحص السمع يعني الخطوة الأولى وفيه يعني هلأ صار فيه تريند أو فيه اتجاه في العالم أو في المستشفيات اللي هم يفحصوا السمع للطفل عند الولادي حتى يتأكدوا وما يكون فيه العلاج صار متأكد يعني أكيد متمنى لجميع أن يسمع من هاي النصائح إحنا مشينا بالطفل حديث وولادي وتلعنا فيه لحد ما يحكي خلينا بخدام فقرتنا تعطينا هيك نصائح للأمهات والأباء بالأخص يعني الإجداد اللي بيكون في عندهم طفل حديث وولادي كيف يتعاملوا معه بالأخص لما كيف ينتبهوا أنه أي لو أي نوع من العراض البسيطة أنه بيستدعي إشي بيستدعي الطبيب بعض النصائح البسيطة عليها دائما أول إشي في بعض المعتقدات الخاطئة في التعامل مع الطفل يعني هذه لازم نتجنبها ما نعتمد على معلوماتنا أول بالضبط يعني مثلا كثير من لاحب أن المولود الجديد بيعطوا مي وسكر ليش؟ ما بتعرف صحيح فهذه من الأشياء المضرة للطفل طريقة إذا صار عند الطفل اسفرار أو عند الولادي برضو طريقة التعامل مع المشكلة هذه كثير أحيانا ممكن تسبب مشكلة للطفل لأنه بيقولوا ما هو صفار عادي يعطيه مي وسكر أو حطه تحت ضو الشمس أو كده هلأ هو ممكن يكون الصفار عند الطفل إشي عادي وفسيولوجي بس ممكن يكون السبب مرضي ويضر الطفل ويأثر على الدماغ عند الطفل إذا ما تمش علاجه يعني بيعتمد برضو عن نسبة الارتفاع على الصفار عند الطفل إذا كان بس في وجهه وفي عينيه الصفار ممكن يكون خفيف بس إذا كل جسم أصفر هذا على طول لازم نعمله فحص صفار نتأكد فهذه الأشياء اللي بنركز عليها زائد إنه في الأشياء اللي يعني بنسميها إحنا إيه مثال بيستدعي للأهل يأخذوا الطفل المولود الجديد على الطبيب حكينا إذا فيه ارتفاع في درجة الحرارة إذا فيه قلة رضاعة إذا كان فيه تغير في لون جسم الطفل فيه زرقاك فيه تقيق فيه طفح جلدي فيه يعني الأشياء هذه اللي بقاوة إنه مش نشيط بيضل نايم ما بيصحى ما بيبكي فيه أمور كثيري هذه حساسي كثير عند المولود الجديد لازم ننتبه لها من البداية يعني مش منهم الجميع يكون عم نستفيد من نهاية المصائح ويعمل فيها يعني مرات حتى الواحد بيسمع بس هيك من جواته ما بقدر يطبق إنه بحس إنه إنه لأ هذا ما بحكي صحيح إنه هذا ابني وأنا لازم أحتم فيه بطريقتي يعني يعني عشنا بنتأمل إنه يكون هذه النصائح مسموعة ومفيدة للأحب أكيد شكرا لألك أكيد شكرا لألك أكيد شكرا لألك طبيب أطفال شكرا لألك كل وقت لعتطنا إياه في البرنامج شكرا لألكم نتمنى لك يوم سعيد لجميع المشاهدين شكرا أكيد أما إحنا خلنا نتابع فقرات برنامجنا بس خلنا نروح لفاصل قصير وبعدها منبدأ